قال الجيش الليبي أن قواته الجوية نفذت غارات جوية على مواقع متفرقة بالكلية الجوية بمصراتها دمر خلالها قاعدة تستخدم في التجهيز والتخزين الطائرات المسيرة وأوضح الجيش في بيان له أن الاستخبارات التابعة له رصدت أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتها تستخدم في تجهيز والتخزين الطائرات المسيرة فقام سلاح الجو بالتعامل مع هذا التهديد حيث أقلعت الطائرات من قواعد عدة واستهدفت المواقع في الوقت نفسه ودمرتها مشيرا إلى أن هذه الغارات حققت أهدافها بكل دقة ودمرت المرافق المستخدمة بالكامل وعادت لقواعدها سالمة وبالتوازي مع ذلك وجه سلاح الجو التابع للجيش الليبي ضربت على مواقع التابعة لقوات الوفاق في محور العزيزية بطرابلس وكذلك تمركزت في مدينة مصرات ترجمة نانسي قنقر